تعتبر المرأة البحرينية عنصرا رئيسيا في عملية التنمية في مملكة البحرين وتمتد مساهماتها إلى جميع نواحي الحياة العامة بما في ذلك المجال التشريعي وتأتي الانتخابات النيابية والبلدية 2022 كدليل حي على أهمية مشاركة المرأة في هذه العملية السياسية تعزيزا للتوازن بين الجنسين وإدماج المرأة في كافة المجالات الحيوية في المملكة لطالما كانت المرأة البحرينية شريكا أساسيا في كافة القطاعات الحيوية في المملكة وعنصرا فعالا مشاركا في تطور هذه القطاعات وازدهارها وكان للمرأة البحرينية في المجال التشريعي بصمة واضحة حيث شقت طريقها بتشجيع حكومي وشعبي في هذا المجال منذ عام 1926 لتصل إلى قمة الهرم التشريعي في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة آهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عام 2018 وتتبوأ المراكز القيادية وتؤكد على أهمية مشاركة المرأة البحرينية بسن التشريعات والتوصيات لرفعة وازدهار المملكة جنبا إلى جنب في شهر أكتوبر المنصرم توفد المواطنون من نساء ورجال إلى المراكز الإشرافية على سلامة الاستبتاء والانتخاب في جميع محافظات المملكة عند فتح باب الترشح لتقديم أوراقهم والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي وكان حضور المرأة البحرينية حضورا متجددا ولفتا تجدد من خلاله العزم على مواصلة مسيرة إنجازاتها في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة آهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتأكد خلال هذا العام مشاركة أكثر من سبعين مترشحة شاركنا بثقة بالدلائل الواضحة والشعارات المحققة التي تؤكد على الوعي والنطج السياسي لدى المترشحين والناخبين من الجنسين المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة البحرينية على مدى السنوات الفائتة أكدت إسهاماتها في تشكيل هوية المجتمع الحديث الذي يسعى للحفاظ على مبادئ المساواة في مسيرة التنمية الوطنية ويؤكد استمرار نهج تكافؤ الفرص الذي أثمر عن عدد من قصص نجاح بالمجال التشريعي شوق العتمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين